أخوصائد التغذير علاجية نور جهات صارت موجودة معنا الله حييكي ومسيكي بالخير مساء الخير يا سمين مساء الخير يا سمين مساء الفل أنا اسمعت الحديث اللي دار بهذا بس اوكي عشان الوقت ما حبلش ماها اوكي احسن بكم وما حشتكيلها اوكي اوكي او ما في وقت لشكل الكثير من الفلفل اليوم اوكي مفيد فوائد لسه ما لسه ما حكيت وش مع بعض يعني لسه يعني احنا مش متفين طبعاً وفي كل مفيد مظهر فوائد ومظهر فوائد ومظهر فوائد الحديث دائماً بقلب الحبش لقنات تبعت الفلفل اكيد هلا يسلم ان ديك شافيا سمين لحت المطبخ بتشاهري حلما دائماً الوصفات يعني بتكون فيها لازم نحكي عن اشي وجانب الصحي تمام طبعاً الفلفل الحار له فوائد كتير كبيرة من الاطعم المليان بالفايتامينز والمعادن وبمضادات الأكسادة اول اشي هو عالي بالفايتامين سي احنا عم نحكي عن اذا انا باخد تقريباً حبة واحدة حجم موسط من الفلفل الحار بتغطيلي 75% من احتياجي اليومي للفايتامينز واو عادي جداً يعني انت هلا اكلت دبل انا اكلت هوا انا اكلت هوا الحمد لله هلا بس نحكي لك كل الفوائد رح تحكي منيح انه اكلته عشان عنجدئ لفوائد كتير كبيرة وعلى الحار اللي انت اللي احاسس فيه نحكي معلومات كتير مهمة ومفيدة على هذا الموضوع هلا غير انها عالية جداً بالبي سيكس هلا البي سيكس بيدخل بعمليات الاستقلاب داخل الجسم وبالتالي رح يساعدني بعمليات الحرق كمان بيحتوي على مادة الكابسيسين هلا هاي المادة عالية او هي السلب اللي بتعطينا الطعم الحار اللي احنا عم نحس فيه هاي المادة لها فوائد جداً عالية وجداً كبيرة منها انها بتزيد من عمليات الحرق بالجسم بتقلل من قلم المفاصل وقلم الجسم بشكل عام هاو هلا احنا سمير اذا انت مش متعود انك تاكل حار بشكل عام اول ما تبلش تاكل حار للأسبوع الثالث بتضلك حاسس بالطعم الحار وممكن تضيق منه زي ما انت هلا تضيعت منه ولكن بعد ثالث اسبوع بصير في عنا انه الحساسية تبعت القلم بتقل بالتعوض يعني بالجسم بشكل عام بصبب مادة الكابسيسين نايس فهي مش بس انه انت هلا رح تحس بالقلم لو هلا ضلتك من هون لثلاث أسابيع عم تاخد الفلفل الحار اه اوكي بعد الاكل ولا قبل الاكل هي حكت لك كل اشي بزيد عن حده من الطب يعني هو بالعقل كمان بكميات محددة لانه غير انه له فوائد كتير مهمة كمان عالي بالبوتاسيوم مفيد جدا لصحة القلب عالي بفيتامين اي مفيد لصحة البشرة وصحة العظام بيزيد من المناعة بيحارب العدوى وكمان بيحارب الفطريات بشكل عام ولكن زيادة او زيادة تناول الفلفل الحار بكميات جدا عالية ممكن تسبب لنا مشاكل صحية تهيج بالقلون قرحة مثلا هلا القرحة يسمين فيه معلومة كتير مهمة فيه دراسات بتقول ان القرحة او حرقة المعدة ممكن تقلل منها ولكن اول ثلاثة اصبيع بتزيد من حرقة المعدة ولكن زي ما حكنا هي بتقلل من القلم احنا لازم نتحدث باسهاب عن هذا الموضوع لانه واضح انه يعني صاحبه كبير من انه هلأ خلصت الحلقة نور شكرا شكرا لكم يعطيك العافية لاما معلوماتك رائعة اشتركوا في القناة